أمريكا لن تعترف بدولة كردية شرقي سوريا التي تعتبر حاليا خارج أولويات الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن تأكيد أمريكي جديد على تغير كبير في السياسة الأمريكية بشأن سوريا وخاصة فيما يتعلق بدعم ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية الكردية حملته معها تصريحات المبعوث الأمريكي السابق لقوات التحالف الدولي في سوريا وليام روباك التي قال فيها أن التحالفات جاء إلى سوريا لهزيمة تنظيم داعش وقد سلم هذه المهمة لقوات سوريا الديمقراطية التي أنجزتها بحسب قوله وقد قدمت الولايات المتحدة المساعدات لها ودعمت مجالسها المحلية وساعدتها عسكريا ولكن ليس لتسيطر على شمال شرقي سوريا بحسب روباك وفي ظوء ما سبق يرى روباك أن فريق بايدن لديه الوقت الكافي للوصول إلى سياسة في سوريا وإلى حين ذلك قد تتجه الأمور إلى الإبقاء على الوضع الراهن عبر توفير الدعم لقوات سوريا الديمقراطية مع إجراء بعض التغييرات مثل إلغاء قانون تجميد الأموال المخصصة لدعم الاستقرار شرقي سوريا التجميد الذي كان اتخذه الرئيس دونالد ترامب لعام 2018 و2019 روباك ذهب أبعد في وصف الحالة قائلا أن استمرار الوضع الراهن يعني الوجود الأمريكي شمال شرقي سوريا والاعتراف بالكيان الموجود والإدارة الذاتية الكردية من أجل مقارعة داعش وليس للاعتراف بدولة لا تملك مقومات الاستقرار بحسب وصفه تصريحات روباك هذه وافقت تصريحات نشرتها مؤخرا مجلة فورين أفيرز للسفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد اعتبر فيها أن الولايات المتحدة لا تدين المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم داعش بمضلة عسكرية دائمة ونفقات مالية وأن المصلحة القومية لأمريكا تتمثل في احتواء ما سماها بالتهديدات الإرهابية وليس بضمان شكل الحكومة في شرقي سوريا وهذا ما يدعم الآراء التي تؤكد أن ورقة القوات الكردية الشرقي سوريا ما عادت بالنسبة لأمريكا ورقة رابحة بعد انتهاء مهامها وربما تسعى أمريكا بطريقة أو بأخرى للتخلص منها في المستقبل القريب